جرائم الميليشيات وانتهاكاتها تتوالى في مناطق سيطرتها في ظل الغياب التام لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المعني في الجانب الإنساني لتحرص بذلك ميليشيات الكهنوت على نشر قبحها كل يوم لتبدو كما لو أنها تحاول التعويض عن خسائرها بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين مؤخرا أقدمت الميليشيات الكهنوتية على اكتحام منزل شقيقة الشخصية الوطنية الشهيد الراحل عبد العزيز عبد الغني في منطقة حد لتسرق مقتنياتها الثمينة من ذهب وأموال ومسعلقات شخصية تحت حجة جواهية حيث كانت فرقة الزينبيات وهي فرقة متخصصة بالسرقة المنظمة على موحد مع الجريمة لتقدم على اكتحام منزل هنا عبد الغني وتضردها إلى الشارع بذرعة أنها خصصت جزءا من منزلها مركزا لتحفيظ القرآن الكريم وخلال عملية الاكتحام مارست الزينبيات أبشع الانتهاكات من سب وشتم وتجريح بحق المسنة هنا لتتعدى هذه الجرائم حدود الأخلاق وتخترق بذلك الأعراف والعادات المجتمعية التي تحرم الاعتداء على المرأة أو اعتراضها مهما كانت الدواثع والمسببات قبلها كانت العناصر الإرهابية على موعد مع جريمة أخرى لتضاف إلى سجل الجرائم غير الأخلاقية حيث اقتحم عدد من عناصرها في محافظة ذمار مدرسة الوحدة للبنات وخلال الانتهام من الطابر المدرسي بادر القيادية الحوثية المدعو عبد الكريم الحبسي بتوجيه الألفاظ السيئة للطالبات وإرغامهن على ترديد الصرخة بدلا من النشيد الوطني لكن الطالبات رفضن توجيهاته رغم التهديد الذي وجهه لهن ليقدم على فصل أربع طالبات وحرمانهن من عام دراسي هذه الممارسات البشعة بحق المدنيين تؤكد أنه لا يمكن لهذه الحركة الشيطانية أن تستكين دون أن تقوم بافتعال جرائم جديدة يثبت ما هي عليه من بشعة تتخطى حدود التصور فمن مشروعه الموت والدمار لا يمكن له حماية وطن أو الدفاع عن كرامته ترجمة نانسي قنقر